إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كان حديثنا حول موضوع الإمامة وقلنا بأن الإمامة تمثل ظاهر من الظواهر الدينية التي اقترنت بظاهرة النبوة وتناولنا هذا الموضوع أولاً من خلال بيان مفهوم الإمامة وأبعادها كما استفدناه من القرآن الكريم ولا سيما من الآية الكريمة التي وردت بشأن قصة إبراهيم عليه السلام والتي تحدث فيها القرآن الكريم عن الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة ثم تحدثنا بعد ذلك عن بيان الفرق بين النبوة والإمامة سواء من حيث الأدوار أو من حيث المسؤوليات والمهمات التي يتحملها النبي ويتحملها الإمام وبقي عندنا الحديث عن أدة أبعاد ترتبط بالإمامة البعد الأول والأمر الأول الذي يرتبط بموضوع الإمامة هو بعد وجود الإمامة في الرسالة الإسلامية حيث أن الرسالة الإسلامية تختلف عن الرسالات السابقة بأنها الرسالة الخاتمة فهل أن الإمامة ضرورة أيضا وموجودة أيضا في الرسالة الإسلامية كما هي ضرورة في الرسالات السابقة وكانت موجودة أيضا في الرسالات السابقة أو أن الرسالة الإسلامية باعتبار أنها الرسالة الخاتمة كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين ومن ثم فهذه الرسالة الخاتمة لا تحتاج إلى إمامه لأنها خاتمة الرسالات هذا أمر لا بد أن نعالجه بصورة موضوعية طبعا خاتمية الرسالة لا نحتاج أن نتحدث عنه كثيرا حيث أنه من الأمور المسلمة لدى المسلمين وهي أمر هذه الخاتمية من الأمور الضرورية في الرسالة الإسلامية وكما ذكرت نص القرآن الكريم على ذلك كما في الآية الكريمة التي تلوتها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما أيضا أكد على ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مرات عديدة من قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن تمني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي إذن فهذه النبوة التي كانت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كانت هي خاتمة النبوات ولا نبي بعد رسول الله هذا الموضوع من الموضوعات الواضحة البينة التي لا نحتاج أن نتحدث عنه كثيرا نعم قد نحتاج كما سوف أشير إلى أن نتحدث عن تفسير هذه الظاهرة يعني ظاهرة خاتمية النبوات وأنه لماذا كانت هذه النبوة هي النبوة الخاتمة ولماذا ختمت النبوات وانتهت عند هذا الحد في حركة الرسالات الإلهية هذا الموضوع طبعا من الموضوعات التي تناولتها بالبحث بصورة مستقلة وسوف أشير إليه في غضون الحديث عن الإمامة في الرسالة الخاتمة وفي النبوة الخاتمة فإذا كانت هذه الرسالة هي رسالة خاتمة فهل تحتاج هذه الرسالة إلى الإمامة أو أنها لا تحتاج إلى الإمامة إذا كانت تحتاج إلى الإمامة إذن فالإمامة ضرورة أيضا في الرسالة الخاتمة غاية الأمر أن هذه الإمامة لا تكون إمامة مع نبوة بل تكون إمامة مستقلة عن نبوة وإذا لم تكن هذه الرسالة بحاجة إلى الإمامة فعندئذ لا تكون الإمامة ضرورة في النبوة الخاتمة في هذا المجال أيضا لا بد أن ننتبه إلى وجود سؤال آخر يطرح إذا ثبتت ضرورة الإمامة في النبوة الخاتمة هذا السؤال هو أنه لماذا لم تكن هذه الإمامة على شكل نبوة تابعة كما في الرسالات السابقة نحن نلاحظ مثلا في رسالة نوح عليه السلام الذي هو من أنبياء وللعزم كانت بعده نبوات تابعة لنبوة نوح يأتي أنبياء على طريقة نوح وعلى مسيرة نوح يبلغون برسالة نوح عليه السلام وهكذا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام بعد إبراهيم نجد إسحاق وإسماعيل ثم مجموعة من أولاد إسحاق عليه السلام هؤلاء أنبياء يأتون من أجل أن يواصلوا اللبوة التي جاء بها إبراهيم والرسالة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وهكذا بعد موسى عليه السلام وحتى بعد عيسى أيضا توجد نصوص تشير إلى وجود الحواريين الذين واصلوا هذا الطريق طريق عيسى عليه السلام وهذه الظاهرة يمكن أن نعبر عنها بظاهرة النبوات التابعة يعني النبي الذي يأتي من أجل أن يواصل طريق الرسالة التي جاء بها النبي السابق الذي يكون من أولي العزم وما يعبر عنه بالنبوات التابعة هنا هذا السؤال بالنسبة لرسالة الخاتمة إذا كانت هذه الرسالة خاتمة وكانت الإمامة ضرورة فيها إذن لماذا لم تأتي هذه الإمامة بصيغة النبوة لكن نبوة تابعة وليست نبوة يراد منها البدء بعملية تغييرية جديدة ذات معالم جديدة وهو ما يعبر عنه برسالات أولي العزم أو ما يعبر عنه بالرسالات الإلهية بالنسبة إلى ضرورة الإمامة نحن نلاحظ بأن هذه النبوة والرسالة الإلهية التي هي رسالة خاتمة هذه الرسالة كان من الضروري أن تكون لها إمامة وأن تستمر عن طريق الإمامة باعتبار وجود أهداف وظواهر في هذه الرسالة لا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف ولا يمكن أن تعالج هذه الظواهر إلا من خلال الإمامة وهذا حديث سوف نستوفيه إن شاء الله في البحث لأنه هو الحديث المركزي لنا لكن قبل الدخول في هذا الحديث المركزي وهو ضرورة الإمامة والأسباب التي تختفي وراء هذه الضرورة نشير في البداية إلى الجواب عن السؤال الآخر وهو أن هذه الإمامة لماذا لم تستمر على شكل نبوة تابعة للرسالة الإسلامية التي هي الرسالة الخاتمة هنا نلاحظ في الرسالة الإسلامية وجود فرق رئيسي وأساسي بينها وبين الرسالات الأخرى هذا الفرق جعلها هي الرسالة الخاتمة من ناحية وجعل الرسالات الأخرى كرسالة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جعلت هذه الرسالات بحاجة إلى النبوات التابعة وهذا الفارق هو أن الرسالة الإسلامية نفترض بأنها رسالة كاملة ووصلت إلى درجة الكمال الرسالي في حركتها ولذلك لم تكن تحتاج إلى ما يكملها من النبوات التابعة كما أن من جانب آخر المسيرة البشرية التي جاءت الرسالات الإلهية من أجل إيصالها إلى التكامل الروحي والمعنوي وتحقيق الوحدة في حركتها هذه المسيرة البشرية أيضا وصلت إلى مرحلة من التكامل اقتضت أن تتوقف مسيرة الرسالات الإلهية بالنسبة لها أما بالنسبة إلى التكامل الرسالي في الرسالة الإسلامية فيمكن أن يلاحظ ذلك بما نص عليه القرآن الكريم بصورة واضحة وبما نلاحظه من تكامل في جانبين من هذه الرسالة أما ما نص عليه القرآن الكريم فهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هنا يلاحظ في هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم يتحدث فيها عن كمال الدين وأن الدين قد وصل إلى مرحلة الكمال في الرسالات الإلهية وإذا كان الدين قد وصل إلى مرحلة الكمال في الرسالات الإلهية فنحن لا نحتاج إلى رسالة جديدة وإلى نبوة تابعة تكمل هذه المسيرة وهذا الكمال كما سوف نشير إليه يمكن أن نراه في مجموعة من الأناصر التي جعلت هذه الرسالة هي رسالة محفوظة ومحققة لأهدافها الكاملة أما في الرسالات السابقة فيلاحظ في تلك الرسالات السابقة أولاً أن الرسالات السابقة لم تكن قد تكاملت في كل شؤونها وخصائصها الرسالية فكانت تحتاج إلى مجيء النبوات التابعة التي تكمل تلك الشؤون وتلك الخصائص مثلاً من جملة القضايا المهمة في الرسالة الرسالات الإلهية هي قضية التطبيق والحكم قيام الحكم الإسلامي الحكم الإلهي على أساس الرسالة الإلهية نحن نلاحظ في الرسالات السابقة لم تصل أي واحدة من هذه الرسالات السابقة إلى هذه المرحلة التكاملية وهي مرحلة التطبيق تطبيق الرسالة عملاً وواقعاً وخارجاً بين الناس ولذلك كانت هذه الرسالات تحتاج إلى نبوات تابعة تواصل مسيرة الرسالة حتى يتحقق إقامة الحكم الإلهي ونلاحظ بأن رسالة إبراهيم عليه السلام وصلت في بعض مراحلها إلى هذه المرحلة من خلال يوسف عليه السلام فإن يوسف عليه السلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى من موقع في الحكم تمكن من أن يقوم بعملية التطبيق الإنساني للأحكام الإلهية ولو في مساحة معينة وفي مجال معين بالمقدار الذي أوكل إليه من قبل حاكم مصر في تطبيق هذه الأحكام أو موسى عليه السلام رسالته لم يتمكن موسى عليه السلام من أن يقيم الحكم الإلهي وطلب من قومه أن يقوم بهذا العمل عندما دعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة ويحرروها من يد الطواغيت ومن ثم يقيم الحكم الإلهي فيها ولكن قومه امتنعوا عن ذلك وصدرت منهم الكلمة المعروفة اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وأصيبوا بالتيح أربعين عاما وقد توفي موسى عليه السلام في هذه الفترة ولم يتمكن من أن يقيم الحكم الإلهي على الأرض خارجا لكن بعد موسى عليه السلام وقعت أحداث وتطورات وأقيم الحكم الإلهي على يد داود عليه السلام على يد سليمان عليه السلام وهم من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام من أجل أن يقيموا إذن فالرسالة أحيانا لا يصل بها التكامل إلى درجة مناسبة بحيث يتحقق هذا الأمر في زمن الرسول نفسه أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي الخاتم فنحن نجد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تمكن من أن يوصل الرسالة إلى هذه المرحلة التكاملية في عصره وتبقى هذه المرحلة التكاملية مستمرة كما نعرف في التاريخ الإسلامي هذا في جانب من جوانب تكامل الرسالة إذن في التكامل الرسالة أحيانا لا يمكن أن يتحقق خارجا على يد الرسول فيحتاج إلى وجود الأنبياء التابعين الذين يبلغون هذه الرسالة ويوصلوها إلى هذه المرحلة من مراحل التكامل الإلهي هذا في جانب الجانب الآخر سوف نتناوله إن شاء الله في الحديث الآتي ونكتفي بهذا القدر من الحديث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إماما عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة